أربعة حان الوقت لترد قطر من الجامعة العربية أو هل حان الوقت لترد قطر من الجامعة العربية ربما يكون ده عنوان صادم إنما عايزين نفكر في اللي قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي نحن محتاجين ونحن فعلا في أمس الحاجة لقوة عربية مشتركة طيب لما نعمل قوة عربية مشتركة معناها جيوش أكثر من دولة طيب لما يطرح الكلام ده في مؤتمر الكمة العربية القادم أو مؤتمر استثناء عشان نعرضه بسرعة تحديات كبيرة جدا طيب لو إحنا عرضنا ده لازم نفكر طب موقف قطر إيه ما هي ممكن قطر تقول أنا بعرض أي إنشاء لقوات عربية مشتركة رغم إن الكلام ده موجود في المثاق واتفاق الدفاع المشترك سنة 1950 طيب إحنا قدام خيارين أو احتمالين إما إن قطر ترفض أو قطر توافق لو قطر رفضت هتبدأ تبوز الجامعة العربية من جوة علشان تجهد هذا المشروع علشان تمنع تأسيس قوة عربية مشتركة لأن كده بقاش لها دور بقى فيه توافق عربي على مكافحة الإرهاب وتمتين القوى العربية طيب السيناريو الثاني لو قطر وفقت هل إحنا هنطمئن إن منذوب قطر اللي هيكون موجود أو الجزء من الجيش القطري لو كتيبة قطرية موجودة في القوى المشتركة هل إحنا نضمن الولاء؟ هل نضمن الإخلاص؟ هل نضمن اللي قطر هتعرفه؟ مش هيكون في تل أبيب وواشنطن وعواصم أخرى بعد ثلاث دقايق أو ثلاث ثواني لو إحنا قبلنا قطر في القوى العربية المشتركة إحنا عندنا خوف حقيقي إذا كانت قطر هتكون مخلصة ولا لا ولو قطر رفضت هتكون في هذه الحالة عبء على الجامعة العربية طيب لو إحنا قدام وضع قطر عبء إذا وفقت وعبء إذا رفضت طيب هل ممكن يكون فيه تفكير بأصلا أن إحنا نطرد قطر من الجامعة العربية لمدة سنة 2-3-5 لغاية ما نطمئن أن السياسة القطرية أصبحت سياسة عوروبية تنطلق من مثاق الجامعة العربية أعتقد أنه من المناسب في التخطيط الاستراتيجي أن نفكر الآن والآن وليس غدا في كيف نرتب إذا اقتضت الضرورة لطرد قطر من الجامعة العربية ترجمة نانسي قنقر